إذا ما تبنا في رمضان متى نتوب إذا ما تبنا في رمضان متى نتوب إذا ما تغيرنا في رمضان متى نتغير الناس تبي الخير العالم الآن المسجد نمتلئ الله يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال وأسأل الله أن يجعلنا ممن يدرك نحن ووالدين ومن نحب ليلة القدر ونقومها إيماما واحتسابا قلوا آمين الناس ما جاءت اللي تبي الخير الناس ما أقبلت اللي تريد الخير الناس طيبة الناس فترتها طيبة بس متى يحرك الخير اللي في قلبه متى يبدأ يقبل على الله خلاص الآن صفحة جديدة يعلنها الإنسان بينه وبين الله إني ذاهب إلى ربي سيهدين خلاص حياة جديدة مع الله خلاص كن شجاعا كن مقداما كن قويا أي معصية اتركها لله ومن يتق الله يجعل له مخرج مخرج لها معاني كثيرة ثم قال وابو العطف ويرزقه من حيث لا يحتسب من حيث لا يحتسب من الأسباب التي تعيننا على أن نتوب نغير حياتنا سببان ثم أختم السبب الأول تذكر الرمضان لما قيل لنا مبارك علينا شهر رمضان الآن سينتهي الله يتقبل مننا ومنكم صال العمال وأن يجعل صيامنا وقيامنا خالصا لوجهه الكريم يا رب العالمين السنة في هذا الزمن كالشهر والشهر كالأسبوع والأسبوع والأسبوع كاليوم واليوم كالدقيقة والدقيقة كالثانية العمر يمشي كما أن رمضان انتهى سيأتي يوم ويقول أنت انتهيت من هذه الدنيا ولا أريد أن نعلق على هذه الدنيا أخيرا من أسباب حتى نتوب إلى الله نحاسب أنفسنا خلاص خلاص محاسبة حاسب نفسك بنفسك تدري ليش لأننا هنا أدرى بأنفسنا قال الله كل نفس بما كسبت رهينا أن تدرى بنفسك خلاص يقول خلاص إلى متى دخان إلى متى أغاني إلى متى أشجأ ذنوب أخرى إلى متى خلاص صفحة جديدة أعلنها بيني وبين الله ترجمة نانسي قنقر